افتتحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد يرافقها محافظ أسيوت عصام سعد المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزي ديروت وأبو تيج وذلك بمحافظة أسيوت في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة مدية قدرها 20 مليون جنيه يأتي ذلك ضمن تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهود بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات حيث أكدت وزيرة البيئة أن المحطات الوسيطة التي تم إنشاؤها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة